تبشر إدارة شبيبة القبائل حملة تجديد عقود أبرزي لاعبية الفريق المنتهية عقودهم وعقدت الإدارة القبائلية اجتماعا مع أبرزي ركايزي على غرار المهاجم بدردين سوياد واقترحت عليه راتبا ماليا قدره 130 مليون سنتيم شهريا و120 مليون سنتيم على المهاجم آية عبدالسلام و120 مليون سنتيم على الحارس سما بن بوت هذا وأكد رزق حمرون مغادرته صفوف الفريق بشكل رسبي بعدما اختار الاحتراف في أحد الدوريات الأوروبية بنسبة كبيرة